القلب عراقي والفؤاد والطموح لم تمت في الغربة الفكرة وبقيت عراقية حتى سجلت كقصة نجاح على مستوى العالم بطبيب عراقي يحيي الأمل للبشرية وملايين المرضى بافتكار قلب صناعي جديد أقرب للطبيعي حكاية النجاح على يد عراقيين كثر أما القصة الجديدة فيكتبها الطبيب العراقي من الأصول الكردية آزاد نجار بتسمية القلب الحقيقي على ابتكاره الطبي الذي قد يغير وجه التاريخ في عالم الصحة أما الإصرار والتجربة والعمل فقد بدأ نجار منذ عام 1999 وحده ثم انضم إليه فريق من عشرات الأطباء والخبراء إلى جانب شركة ألمانية تختص بصناعة القلوب المساندة القلب الذي يعمل عليه الطبيب آزاد الآن في مراحله النهائية ويتم عمل التجارب عليه في المختبرات وفي الحيوانات قبل زراعته في جسم الإنسان بحلول عام 2023 وثلاثة وعشرين وما يميزه عن بقية القلوب الإصطناعية هو احتواؤه على بطينين وأدينين وصمامات تعمل بنفس نظام القلب الطبيعي بالإضافة إلى مجسات وأجهزة تحسس تجعل القلب يضخ كمية الدم التي يحتاجها الجسم حسب النشاط البدني الذي يقوم به المريض الحدث الأبرز الذي تداوله نشطاء من حول العالم في قطاع الطب ومئات الآلاف من المرضى خرج من بينهم عراقيون مفتخرون بإنجازات عراقية غير أنهم يختمون القول دوما بأن العراق أولى بأبنائه لكن بعضهم مجبور على أن يتجرع لوعة الغربة لكي يستطيع أن يحقق إنجازا ونجاحا بقلب عراقي لا يقفه الخوف أو الفساد عن ضخ دماء الإبداع